يوما بعد يوم يتعمق الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري رغم الحديث عن حراك سياسي عبر وفد تفاوضي سيزور الحنانة للقاء الصدر حاملا مبادرة جديدة تتضمن مطالب الصدر بحل البرلمان والانتخابات المبكرة مع إمكانية تشكيل حكومة بمواصفات مقبولة لإدارة تلك الانتخابات إلا أن الإطار التنسيقي صعد من موقفه بإعلانه عقد جلسة لمجلس النواف في تحدي لمقتد صدر الرافض لأي جلسة معلنا في الوقت ذاته بقاء محمد الشيعة السوداني مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء مع رفض التجديد لمصطفى الكاظمي وهو الخيار الذي يؤيده الصدر وهذا ما أكده الناب عن الإطار عارف الحمامي من أن أمر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني حسم باتفاق الإطار وبأنه لا تراجع عن هذا الأمر أوصات سياسية تؤكد بأن الصدر لن يقبل بحكومة يشكلها محمد الشيعة السوداني إذا ما وفق بشكل عام على إمضاء حكومة الإطار التنسيقي وهما يجعل الإطار في أزمة أخرى تحاشاها خلال المدة الماضية بكل ما أوتي من قوة والأسيما مع بقاء موقف الصدر غامضا بعد إعلان حلفائه من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة رغبتهم بتشكيل حكومة جديدة وهو موقف الإطار التنسيقي ما يعني إمكانية مفاجأة الجميع وأعلان رفض هذا المسار والعودة مجددا إلى الشارع إذن هي أزمة سياسية متصاعدة ومستمرة بين الصدر والإطار تصاعدت على إطريها مخاوف العراقيين والأسيما مع الحديث عن استعداد التيار الصدري لتصعيد جماهري داخل المنطقة الخضراء في حال إقدام الإطار التنسيقي على استئناف جلسات مجلس النواب وهما قد يجدد الصراع المسل على غرار ما حدث في الثامن والعشرين من آب الماضي